سيد أيوب أيضا شهدنا مكالمة هاتفية بين الرئيس بوتين وأيضا رئيس وزراء المجر وتصريحات الرئيس وزراء المجر أيضا كانت قال إنه اقترح على بوتين وقفا فوريا لإطلاق النار وأيضا مفاوضات في المجر يضاف إلى هذه المفاوضات الجانب الروسي أفضل الجانب الفرنسي والألماني باعتقادك هل تكون البلد البديل عن تركيا هي المجر بخصوص التفاوض بين روسيا وأوكرانيا؟ يعني يمكن أن تكون المجر هي استكمال لمفاوضات التي حصلت في تركيا أنا كما قلت هذه ليست مشكلة أين تقع هذه المفاوضات أي المكان الذي يمكن أن يحصل المشكلة أنه هل هناك الغرب مستعد للضغط على نظام كيب أو أن هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة أن تسلم بأن أوكرانيا لم تعد ساحة وأدات لها للضغط على روسيا يمكن عندها أن نقرب المفاوضات أو أن تستمر المفاوضات في أي دولة أخرى هذه ليست مشكلة لكن الجانب إذا سمحت لي الجانب أيضا الأوكراني اتهم المجر بأيضا اتهامات بخصوص بأنها لم تتخذ موقفا أيضا بخصوص العقوبات وأيضا شراء النفط من الجانب الروسي وأنها أخلت بالوحدة الأوروبية إذن حتى الآن الجانب الأوكراني يرفض أن تكون مكانة في المجر هناك تفاوض الجانب الأوكراني يريد من كل شعوب أوروبا ومن كل شعوب العالم أن تصدق هذه المسلسلات التي تحدث على الشاشات لذلك هناك دول لديها عقلانية وشعوب وقادة عقلانيون يرون أيضا ويسمعون وما يوجد على أرض الواطن لذلك إذا كانت أوكرانيا أنه من يصدق هذه الروايات أو من يقف معها فهو على حب فهم مخطئون حتى أن في أوروبا هناك يعني برزت أيضا الآن خلافات بين الدول الأوروبية هناك خلافات وإن لم تكن طاهرة والمجر هي إحدى هذه الدول لذلك المشكلة ليس بأن روسيا لا تريد وقت أطلاق النار أو تريد الحارب المشكلة باختصار هي إذن سيدة يوب المشكلة هي أن أوكرانيا هل تسلم بأن علاقاتها مع روسيا يجب أن تكون علاقات صداقة أم علاقات عداوة إذا كانت علاقات عداوة أعتقد الأهداف الروسية سوف تتحقق بمفاوضات قوم القوة أما إذا كانت علاقات صداقة يمكن بكل سهولة حل كل هذه المشاكل دون حروب ودون نزيف الدام اشتركوا في القناة